10 ملايين وظيفة جديدة وهو رقم قياسي وانتقلنا من 6.4 كنسبة للبطالة إلى 3.7 وكل ذلك أيضا إلى جانب خفض الدين العام 1.7 تريليون دولار ولم تتمكن أي إدارة من خفض الدين الفدرالي إلى هذا الحد ونحن تقدمنا ولكن أعرف أنه من الصعب للأشخاص أن يروا تأثير التدخم على حياتهم اليومية ويصعب عليهم أن يروا تداعيات أو نتائج كل هذه القرارات التي اتخذناها والتي ستكون إيجابية اتخذنا كل الخطوات الملائمة للبلاد والشعب الأمريكي ولو نظرنا إلى الاستطلاعات أنا لا أركز على الاستطلاعات لست أدري كيف أقرأهم اليوم ربما أنتم تدركون معنى الاستطلاعات ولكن الشعب الأمريكي بغالبيته يدعم أجندة الاقتصادية وإعادة بناء الطرقات والجسور والاستثمارات القياسية ومواجهة التغيرات المناخية وغيره والتأكد من أن الشركات الكبيرة تدفع حصتها العادلة من الضرائب أنا مقتنع أن هذه السياسات ناجحة وأننا على الطريق القويم وكل هذه المبادرات تحتاج إلى وقت من إعادة البناء في المدارس والمنازل والشركات وهناك 700 ألف وظيفة تم خلقها في مجال التصنيع وأنا أكرر ذلك دائما ونحن نصدر منتجاتنا عبر العالم وبالتالي الأمريكيون سيرون التأثير الفعل لهذه القرارات في حياتهم اليومية ولكن أعرف أنهم اليوم يعانون وكما فعلت طوال حياتي المهنية سأعمل مع الحزب الآخر لننجز كل ما هو لمصلحة الشعب الأمريكي نحن وقعنا حوالي 210 قوانين وافق عليها الحزبان منذ أصبحت رئيسا في مجال أمن وحيازة الأسلحة وفي مزال الملحاربين القدامة والصناعة وغيره أيا كانت نتائج نهائية لهذه الانتخابات وهناك أصوات ما زالت تحتسب أنا مستعد للعمل مع الزملاء الجمهوريين الشعب الأمريكي أعتقد كان واضحا يريد من الجمهوريين والديمقراطيين أن يتعاون في مجال السياسة الخارجية أتمنى أيضا أن نستمر في المقاربة بين الحزبين لمواجهة اعتداء روسية على أوكرانيا وعندما أعود من اجتماع مجموعة العشرين في إندونيزيا سأدعو قادة الحزبين السياسيين كما فعلت سابقا إلى البيت الأبيض لنتناقش بكيفية العمل سوية لما تبقى من هذه السنة والسنة المقبلة ولدفع أولويات الأمن القومي الأمريكي وأنا منفتح لكل الأفكار الجيدة وأريد أن أكون واضحا لن أدعم أي قرار جمهوري أو تشريع جمهوري سيزيد من التضخم كرفع أسعار الأدوية على سبيل المثال ولن أبعد أبتعد عن التزاماتنا بمواجهة التغيرات المناخية لن أسمح بتعطيل هذا الهدف كذلك الناس لا يريدون خفض الضرائب على الشركات الكبرى وأنا سأستمر بخفض التكاليف للعمال والأسر ونعرف أن الأثرياء يبلون حسنا إن كانت الطبقة الوسطى تبلي حسنا أيضا ولذلك سنركز على الطبقة الوسطى وعلى خفض الدين العام كذلك لابد من خفض الدرائب للعمال والطبقة المتوسطة وليس للأسرياء عليهم أن يدفعوا حصتهم العادلة فقط من الدرائب 55 شركة مثلا وصلوا إلى أرباح تصل إلى مليارات الدولارات ولكن لم يدفعوا أي شيء كدرائب لابد أن تكون هناك حصة عادلة للجميع سأحافظ على التزام لن نزيد الدرائب على أي شخص يتقادى أقل من أربعمائة ألف دولار أمريكي في السنة سأكون واضحا أي أن كانت الظروف لن أدعم اقتراح من السناتور جونسون أو السناتور من فلوريدا لتغيير الرعاية الصحية والدوان الاجتماعي هذا غير مقبول وغير مطروح على الطاولة لن أفعل ذلك وسأستعمل حق النقد أيضا لكل شيء يتعلق بمنع الإجهاد على المستوى الفيدرالي ولكنني في المجالات الأخرى أنا مستعد للتعاون مع الجمهوريين لمصلحة الشعب الأمريكي ختاما في هذه الدورة الشعب الأمريكي كان واضحا لا يريد مواجهات سياسية باستمرار هناك الكثير من المواجهات السياسية ولكن علينا أن نعمل لأن مستقبل أمريكا واعد إلى حد كبير ولا بد أن نتوقف عن النزاعات وأنا قلت ذلك أكثر من مرة أنا متفائل جدا حيال مستقبل أمريكا علينا أن نتطلع إلى المستقبل بدل أن نركز على الماضي وهذا المستقبل مسرق نحن دولة كلما خرجت من أزمة أصبحت أقوى هذا هو واقع نحن دائما نخرج من الأزمات أقوى مما كنا قبلها وبالتالي أنا لم أكن بتاتا متفائلا حيال أمريكا كما أنا اليوم خاصة عندما أنظر إلى الشباب من الثامن عشر إلى الثلاثين الذين شاركوا في الانتخابات للتأثير على مستقبل أمريكا هم منخرطون ومهتمون وغير منحازين بعد فترة طويلة من الحملة الانتخابية ما زلت مقتنعا أن هذه البلاد عظيمة والشعب الأمريكي عظيم ترجمة نانسي قنقر